تأجلت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المقرر اليوم إلى الرياض حتى يوم غد الأربعاء حيث أكد مصدر سعودي أن زيارة تم تأجيلها لانشغال الملك سلمان بإقرار الموازنة للعام المقبل تزامنا مع ذلك تأجلت أيضا زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لمصر وإسرائيل جراء تصويت في الكونغرس على خطة إصلاح ضريبي وفي المقابل أعلنت موسكو دعمها لمبدأ إنشاء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وأنها مستعدة للعب دور الوسيط النزيه في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعد استخدامها لحق النقض الفيتو ضد مشروع قرار سحب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأي دور في عملية السلام في المنقطة ومن المقرر أن يتوجه عباس غدا الأربعاء إلى السعودية للقاء العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ثم سيتوجه الرئيس الفلسطيني إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ومن الجدير ذكره أن زيارة عباس إلى السعودية هي الثانية خلال الشهر حيث طرحت السعودية مبادرة سلام لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كان قد رفضها الجانب الفلسطيني التنصيق الذي يجري مع المملكة العربية السعودية من أجل دعم موقف فلسطيني أساسي وحقيقي في خطار الخطوات القادمة وخاصة في ظل اجتماعات المجلس المركزي في المتصف الشهر القادم لاتخاذ مجموعة من الأليات التي علاقة بإفشال هذا القرار الأمريكي حول مدينة القدس وفي سياق متصل أكدت روسيا على استعدادها الكامل للاعب دور الوسيط في عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت الذي دانت فيه الحكومة الروسية قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبرت هذا القرار خرقا لقرارات الشرعية الدولية وفشلا لأي مبادرة سلام تطرح في المنطقة نحن نسعى من أجل مشاركة الجميع في إطار مؤتمر دولي وخاصة أصدقائنا الروس والصينيين والعديد من أصدقائنا في العالم من أجل الابتعاد عن مقاربة ما كانت تمثله الولايات المتحدة الأمريكية بنحيازها السافر للاحتلال الذي لم يفضي سوى إلى إعطاء مزيد من وقت للاحتلال لتثمية وقائها على الأرض يذكر أن القيادة الفلسطينية وفي اجتماعها أمس قررت تشكيل لجنة لتقديم مقترحات للتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني لمواجهة قرار ترامب إضافة إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني ساعيه لنيل بلاده العضوية الكاملة في مجلس الأمن الدولي بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حقا نقض الفيتو ضد مشروع قرار سحب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل بات من المؤكد بأن القيادة الفلسطينية سترفض وفي كل الحالات بأن تكون أمريكا وسيطا للسلام في المنطقة من مدينة رام الله عبد الرحمن الكحلة آي 24 نيوز وعلي نقاش هذا الموضوع معي فرسل السيد وليفيا رفوش ضابط سابق في غرفة الأمريات الجيش الإسرائيلي مرحبا بك وسيد أحمد غنين قيادي في حركة فتح مرحبا بك أبدأ معك من ختم هذا التقليل من اجتماع القيادة الفلسطينية ما تمخض عن هذا الاجتماع أهم ما تمخض عن هذا الاجتماع الاجتماع ناقش الوضع الحالي بشكل عميق وأخذ مجموعة من القرارات الهامة وتكتخون تاريخية واستراتيجية هناك سيكون تحرك على ثلاث مستويات تشكلت لجنة لبحث المستويات الأعلاق في البعض القانوني والبعض السياسي المستوى الأول التحرك الأول سيكون على مستوى الأمم المتحدة بعد مجلس الأمن سنتحرك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على أساس اتحاد من أجل السلام 373 أساس القرار الذي ممكن فيه تأخذ قوة المجلس الأمن للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون عندما يقرر هذا سيكون بمثابة قرار كأنه أخذ في مجلس الأمن كأنه نفس القرار أخذ وسيكون القرار ترامب باطلا المستوى الثاني سيكون هناك تحرك جماهيري منظم بشكل كبير غدا هناك مسيرات في كل أرجاء الوطن وأهمها مسيرة ستكون في وسط رمال الله ستشارك فيها الحكومة بأكملها بما فيها رئيس الوزراء والوزراء وكل أعضاء الحكومة والقيادات الفلسطينية من كل الفصائل وكل الشخصيات الوطنية وجماهير شعبنا طبعا وسيكون هناك تحرك على مستوى كل الضفة الغربية وقطاع غزة المستوى الثالث الذي نتحرك عليه هو المستوى الدولي تشكلت مجموعة للجانب للذهاب إلى الدول العظمى يعني الدول المهمة في العالم على سبيل المثال هناك وفدين الآن يتحرك وفد إلى الصين ووفد إلى روسيا من أجل البحث في خلق رعاية جديدة لعملية التسجيل